الذكر نوعان مقيد ومطلق فالمقيد ما قيد بوقت كأذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ وأذكار ما بعد الصلاة وغيرها ومن المقيد ما قيد بعدد كالتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة أو قبل النوم ونحو ذلك ويلتزم المسلم في هذا النوع من الذكر بالوقت الذي جعل له أو العدد الذي قيد به في السنة وليس له أن يخالف ذلك متى كان حريصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وليل الثواب المترتب على الذكر وأما الذكر المطلق فهو ما ورد في القرآن والسنة الترغيب في قوله بدون تقييد ذلك بوقت أو عدد وهذا النوع من الذكر للمسلم أن يقوله في أي وقت شاء وبأي عدد شاء وليس له أن يحوله من مطلق إلى مقيد فيلتزم أن يقوله في وقت محدد لا يقوله في غيره أو يلتزم أن يقوله بعدد محدد لا يزيد عليه ولا ينقص منه فإن هذا تقييد لما ورد مطلقا وهو مخالف لما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويوقع المسلم في البدعة من حيث لا يشعر جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الأصل في الأذكار والعبادات التوقيف وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فما شرع من الأذكار والأدعية وسائر العبادات مطلقا عن التقييد بوقت أو عدد أو مكان أو كيفية لا يجوز لنا أن نلتزم فيه بكيفية أو وقت أو عدد بل نعبد الله تعالى به مطلقا كما ورد وما ثبت بالعدلة القولية أو العملية تقييده بوقت أو عدد أو تحديد مكان له أو كيفية عبدنا الله به على ما ثبت من الشرع له